فكرة النقبة السياسية كانت في وقت من الأوقات النقبة هي أزمة المجتمع المصري إزاي النقبة السياسية دلوقتي بدأت تستعيد دورها بشكل كبير ومدى ثقة المواطن المصري في هذه النقبة في ظل فترة من التراجع وفكرة عدم الثقة ما بين الترفين نتكلم على الأوقات سابقة سابقة النقبة السياسية لازالت تعاني أزمة حققية دعنا نتحدث بصراحة النقبة السياسية تقصد بها الأحزاب القيادات الحزبية العمل داخل الشارع لا زالت تعاني لكنها بدأت أو نستطيع أن نقول أن الأحزاب السياسية في مصر فيما زالت في مرحلة الطفولة المبكرة لم تنهد بعض لمرحلة الفتوة بحيث تكون لديها قواعد جمهرية قوية في الشارع وبرامج وقدرة كبيرة على الحجد ما يحدث الآن من حجد هو نتاج لكافة فئات المجتمع ناتج من أن هذا المجتمع حصل على جرعة توعوية كبيرة في السنوات الماضية جزء كبير منها ليس من النقبة بقدر ما هو من التجربة التعلم بالتجربة الشعب المصري أصبح شعب مسيس أصبح شعب واعي والمعركة الآن هي معركة بالأساس معركة داخل الجمجمة تستهدف حصون الواعي المصري الحرب التي الشائعات التي تمارسها ميليشيات تابعة لتنظيمات إرهابية ممولة من جهزة مخابراتية في الخارج تستهدف الواعي الحرب الاقتصادية التي شنت على مصر منذ أن قرر الشعب المصري في 30 يونيو تصحيح مصاره بإسقاط طائرة ثم ضرب السياحة ثم العمل على الميليشيات والمافيا الداخلية التابعة للإخوان تهرب العملة إلى الخارج كل ذلك كان هدفه الضغط على الدولة اقتصاديا حتى يأن المواطن ويكون غير قادر على تحمل أعباء الاقتصادية فيتم التأثير على الرأي العام وحجده ضد الدولة المصرية وكادة الدولة المصرية على أمل أن ينزل مرة أخرى للشارع فتستغل هذه التنظيمات هذا الحراق لتحويله إلى تخريب وتدمير كما حدث في بداية 25 يناير كانت هناك مطالبات للتغيير تم القفز عليها واستغلال حراك وتحويله إلى تخريب وتدمير هذا المخطط الكبير نجحت الدولة المصرية من خلال الرهان على الوعي المواطن المصري عبر استراتيجية مدروسة وعلمية وواقعية وصادقة تبنها الرئيس عبد الفتاح السيسي غطت على كل ما نتحدث عنه من نغبة وغير نغبة كل فعالية كانت يتم كل مشروع كان ينجز على الأرض لم يكن يعلن عنه قبل افتتاحه